موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم عزيزي المشاهدين في لقاء جديد من أضواء على الأحداث ونبدأ أضواء على الأحداث اليوم من مصر حيث اندلعت الاشتباكات مجددا أمام ميدان العباسية المؤدي لوزارة الدفاع المصرية بعد توجه عدد من المتظاهرين إليه من ميدان التحرير الذي شهد بدوره مليونية شاركت فيها العديد من القوى السياسية في مصر ودعا إليها التيار الإسلامي وحركة شباب السادس من أبريل وإتلاف شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الموعد المحدد لتسليم السلطة وأقصاه في الثلاثين من يونيو حزيران المقبل وإلغاء المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري والكشف عن المتورطين في أحداث العباسية الأخيرة التي راح ضحيتها أحد عشر شخصا لمناقشة تطورات الأحداث في مصر وكذلك كل موضوعات أضواء على الأحداث لهذا اليوم أرحب بضيف أضواء على الأحداث رئيس تحرير صحيفة القدس العربي الأستاذ عبدالباري عطوان أستاذ عبدالباري نرحب بك في أضواء على الأحداث في هذا اليوم الجمعة ميدان التحرير بعد أن شهد مليونية توجه عدد من المتظاهرين ما زالت اشتباكاتهم مع عناصر من الجيش المصري والأمن المصري حتى الآن دائرة إلى أي مدى يتحمل العسكر تلك الصورة السلبية التي دفعت بعضا من الشباب إلى رميهم بين الحجارة والوصول إلى هذا المستوى الخطير حقيقة من التوتر يعني المشكلة العسكر في مصر أنه لا يوجد لديهم برنامج واضح يعني مشكلتهم أنه دائما الاتعاد عن مصارحة الجماهير مثلا ما فيش قائد في المجلس العسكري الحاكم عنده كارزمة عنده يعني وضوح رؤية دائما أول بأول يكون مع الناس يعني يشرح هذه الرؤية للناس يطم منهم يعني الناس في مصر في حالة قلق مش عارفين هل ستتم الانتخابات أم ستؤجل هل سيتم تسليم السلطة أم لا هل المجلس العسكري يريد مرشحا معينا ولكن المجلس العسكري يقول مرارا وتكرارا وكان آخر تصريحي أمس نائب وزير الدفاع المصري قال بأن المجلس العسكري ملتزم بموعد تسليم السلطة في الثلاثين من يونيو طيب ملتزم جميل بس كمان يجب أن يرى الشعب المصري هذا الالتزام يطبق عمليا مثلا المجزر اللي وقعت في ميدان العباسي أمام وزارة الدفاع المصري طيب يعني من المسؤول عنها من الحاكم من الجهاز الحاكم في البلد هو المجلس العسكري طيب لما يكون أمام وزارة الدفاع يعني يقتل 20 شخص أو 15 شخص أو 11 شخص حسب تضاره بالأنباء طيب هذا مشكلة كبيرة طيب من هم اللي دخلوا على الناس وأطلقوا النار عليهم بهدف القتل ليش ما اعتقلوا؟ لماذا لا يقدموا المحاكمات؟ طيب لماذا يسمح لهم بأنه يفعلوا ما فعلوا؟ كثير إشاعات أو أقوال صارت بأنه المجلس العسكري لا يريد انتخابات يريد ذريعة لتأجيل هذه الانتخابات خرج المجلس العسكري في مؤتمر صحفي وقال لا نحن ملتزمون في الانتخابات طيب كويس بس كمان يعني يجب أن تقدم الأدلة هو دائما يشار دائما إلى قوى من الفلول إلى قوى من النظام السابق حتى في كلام العسكر في إشارة إلى من افتعل أحداث العباسية أحداث العباسية اليوم مستمرة وحتى الآن هل يمكن لون طرف واحد دائما في أن هناك فلول تتسلل إلى الشباب من أجل افتعال هذه المشاكل مع العسكر؟ أم أن ربما هناك شكل من الفوضى الثورية؟ يعني أولا هناك فوضى ما في شك في ذلك يعني هناك أمزجين متعددة هناك متشددون هناك غير متشددين يعني فيه إسلام معتدل فيه إسلام متطرف كل شيء فيه كمان أيضا فلول متطرفين فيه فلول معتدلين فيه يعني في مصر الصورة غير واضحة على الإطلاق لكن الشيء الأساسي طالما المجلس العسكري هو السلطة الأعلى في مصر يعني يجب أن يقدم يعني مثل ما قلت أدلة ونوايا طيبة بأنه هو يحترم العملية الديمقراطية تقول لك شيء طيب الإخوان طالبوا بأنه حكومة الجنزوري تستقيل طب عقولها يعني الإخوان بيفوزوا في انتخابات وما فيش واحد بمثلهم في الوزارة مثلا ما فيش إخوان جي واحد في الوزارة ما فيش سلفي واحد في الوزارة لماذا هذا التعنط برأيش؟ رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني قال بأنه تلقى اتصالا قبل يومين من المجلس العسكري عيده بإجراء تعديل وزاري في حكومة الجنزوري خلال 48 ساعة مضت 48 ساعة ولم يحصل شيء طب كيف يعني ناس عندهم 77% من مقاعد البرلمان ما أقول معدهمش ولا وزير بينما أحزاب لم تحصل على أصوات في المجلس الشعب أو أخذوا مقعد أو مقعدين وعندهم وزيرين وثلاثة وقت ما أقوله عندما أقول النوايا طيب يعني أوكي المجلس العسكري وعد بأنه في 48 ساعة يكون في هناك وزارة طب يا أخي جيبوا وزارة خليهم يتعلموا مش بكرة بدهم يحكموا مش بكرة بدهم يشكلوا وزارة يعني برأيك هل هذا ربما يفسر مخاوف الأخوان المسلمين ومخاوف أيضا طياف سياسية أخرى في مصر من أن حكومة الجنزوري فعلا تعد ملفات لعرقلة الرئيس القادم وتعد أيضا لإدخال عدد كبير جدا من فلول النظام السابق إلى مؤسسات الدولة مما تجعل مهمة أي حكومة مصرية مقبلة مهمة شبه مستحيلة يعني مرة أخرى أقول النوايا مثلا حصلت انتخابات 77% للسلفيين والإخوان المسلمين في مجلس الشعب طيب من المفترض أن يشكل وزارة يعني من المفترض عمليا أنهم أخذوا أغلبية المقاعد أن يشكلوا حكومة طب يا سيد بتكون شيئا مشكلوا حكومة بدكم الجنزوري ورجل نظيف وشريف وكل حاجة ما في شك في ذلك طب خليهم يعني طعموا هالوزارة ببعض الناس حتى يطمئنوا أنهم فعلا عملية نقل السلطة عملية جدية وتتم بطريقة تدريجية طب إذا كان في آخر يونيو يعني بعد شهر ونص من الآن أو شهرين من الآن مثلا بدها تصير فيه رئيس مدني وسلطة مدنية وتم التنازل للشعب طيب السلطة المدنية هاي كي بد يكون كي بد يكون الوزارة فيها مش عارفين لها حتى الآن يعني مش عارفين كي بد يكون الدستور إيش صلاحية رئيس الجمهورية مين يحل الوزراء مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية مين عين رئيس الوزراء على أي أساس يعني فيه كثير أشياء غامضة وغير واضحة تعطيل الحياة السياسية في مصر إلى حد ما الآن أو تجميدها كان أحد أشكاله تعطيل لجنة المصرية لصياغة الدستور هل فعلا وجود عدد كبير من البرلمانيين وخاصة برلمانيو الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي كان عائقا أمام استمرار لجنة اللجنة المصرية لصياغة الدستور عن إنجاز دستور لكل المصريين يعني هناك منذ البداية المجلس العسكري كان يريد أن يضع الدستور يعني من البداية لما عملوا اللي هي وثيقة السلمية إذا تذكر اللي هي طرحت مبادئ تحدد المبادئ الأساسية للدستور يعني كان واضح جدا المجلس العسكري يريد أن يكون له رأي ورأي بارز في صياغة الدستور جاء مجلس الشعب عين لجنة وزارية لصياغة الدستور أو لجنة من النواب لصياغة دستور اعترض عليها المجلس العسكري واعترض على المحكمة الدستورية وجرى حلها طيب الآن فيه فراغ مش عارفين كي بدي من يتحمل مسؤوليته في المقام الأول؟ طيب المجلس العسكري دائما أنت بتحمل المسؤولية لرأس الدولة من هو رأس الدولة؟ من أيضا ما يأخذه كثيرون على المجلس الأعلى القوات المسلحة هو رد القانون الذي كانت الأخوان المسلمون وكذلك الأطياف السياسية في البرلمان المصري قد طالبت به قانون العزل السياسي الذي أعاده المجلس العلى القوات المسلحة إلى المحكمة الدستورية التي هي أصلا كانت ردته إلى المجلس الأعلى لماذا توقف قانون العزل السياسي وأعاد أحمد شفيق بدلا من أن يلفظه؟ مرة أخرى المجلس العسكري يريد أن يستمر النظام السابق ولكن بوجوه أخرى وبطرق أخرى هذه الحقيقة لماذا الإصرار على أحمد شفيق؟ لماذا الإصرار على عمر موسى مثلا؟ لماذا الإصرار على إبعاد مثلاً اللي هو حازم أبو إسماعيل؟ يعني لماذا الإصرار أيضاً على يعني يجيبه في آخر لحظة عمر سليمان وبعدين يطلعه؟ يعني فيه أشياء مش واضحة وفيه تخبط هنا هذه مشكلة هذا الغموض يؤدي إلى حالة من عدم الثقة يؤدي إلى شكوك، يؤدي إلى شائعات، يؤدي إلى صدامات في ميدان التحرير أو في ميدان العباسية طب نحاول أن نستقرأ بعض المعلومات التي أوردتها صحيفة الأهرام اليومي المصرية قالت استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات مجلس الوزراء يعني موقع حكومي حول مرشحي الرئاسة أشار حسب الموقع إلى تقدم عمر موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتو في سباق الرئاسة بنسبة 11% لكل منهما وليهما أحمد شفيق المفاجأة ومرشح الأخوان المسلمين في مواقع متأخرة كيف تعلق على مثل هذه الاستطلاعات؟ يعني أولا استطلاعات الرأي في العالم الثالث لا يعتد بها لأنه غالبا غالبا يعني هناك أهواء بتحدد هذه الأشياء ونحن أبناء العالم الثالث ونعرف ذلك جيدا يعني ليس لأجر الاستطلاع هذه هيئة مثلا دولية ومعترمة ويثق فيها لا يجري هذا الاستطلاع من خلال الانترنت من خلال موقع معين تصويت معين وكمان زي ما فهمنا أنه أكثر من 47% من اللي شاركوا في الاستطلاع لم يقرروا عادة بنسبة عدم المشاركين بتكون 5% أو الذين لم يقرروا مثلا بيكون 5% سيدي 10% لكن يكونوا مثلا 47% أي استطلاع لا رأي هذا هذه النقطة بس الملاحظ منذ البداية الاستطلاعات أنه المجلس العسكري يدفع باتجاه عمر موسى يعني المجلس العسكري يريد أن يكون عمر موسى هو رئيس الجمهورية القادمة لماذا؟ لماذا؟ لأنه أولا هذا الرجل كان من النظام السابق هذا الرجل كمان مرضى عليه دوليا هذا الرجل كان أمين عام الجامعة العربية وعمل تسويات عديدة مع دول خليجية مع دول عربية في ملفات عديدة وكان عمر موسى هو الذي أعطى غطاء لتدخل النيتو في ليبيا يعني عمر موسى كان دائما مع الدول العربية بين قسين المعتدلة فعمليا يعني هذا بأنه فيه رضا خارجي على عمر موسى فلذلك المجلس العسكري يريد أن يكون عمر موسى هو رئيس الجمهورية القادمة بحجة أنه عنده علاقات دولية عنده تصلاة دولية عنده خبرة طب ما هو فلول كمان ما هو كان مع النظام السابق وكان أيضا زي أحمد شفير إذن ماذا يعني هذا بالنسبة للثورة المصرية إذا ما كانت هذه الرؤية وكثير من الأراء المحللين تذهب إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حد ما يحادي الثورة المصرية هل هذا الكلام دقيق؟ لا أعتقد أنه يحادي الثورة المصرية لكن هو يريد ترتيبات ترتيبات وسطية حسب تعبيره ترتيبات تحافظ بشكل أو بآخر على هيكلية الدولة مثل ما كان عليها الحال في السابق يعني يريدوا أن يستمر النظام بدون رأس النظام بشكل أو بآخر شوف خلينا نبدأ من الآخر ممنوع أن يحكم الإسلاميون لا في مصر ولا في غيرها هذا الحقيقة يعني ممنوع أن تكون الكلمة الأخيرة للإخوة المسلمين والسلفيين في مصر حقيقة شمالها هذا الحقيقة حقيقة هذا هو اللي بدهيهاها الأمريكا بدهيها الدول العربي معقول الشعب المصري بيجوع معقول ما فيش مساعدات لمصر على الإطلاق معقول هذا العداء لمصر اللي بينمو في دول الخليج وينمو في الغرب معقول يعني إيش تفسير هذا؟ تفسير لأنه في ثورة في مصر ممنوع هذه الثورة أن تنجح هذه الثورة لازم مصر تدجن في مشكلتين أساسيات هي لازم نحطها في الاعتبار أمريكا ترى المنطقة من منظور إسرائيل واتفاقيات كام ديفيد إذا أي نظام مصري يأتي ويعترض على كام ديفيد هذا النظام سيجوع كويس المؤامرات ضخمة جدا على مصر من الخارج النقطة الثانية أنه أي مصر يجب أن تأشف أمريكا دفعت 42 مليار دولار لمصر لحتى الآن منذ توقيع اتفاقيات كام ديفيد غير الملايين الأخرى ليش دفعتها لأنه حتى تستمر مصر ملتزمة باتفاقات كام ديفيد وحتى تستمر مصر أيضا ملتزمة بالسياسات الأمريكية ولكن هل الإرادة الأمريكية ستتغلب على إرادة الشعب المصري الذي الآن ما زال متجمعا بعشرات الآلاف بعدما كان في الظهر بالمليونية في ميدان التحرير هل سيقبل الشعب المصري أن تفرض عليه إرادة أمريكية عبر عمر موسى أو غيره يا سيدي طبعا لا يجب أن يردخ الشعب المصري لأي أوامر أمريكية طبعا أنا وأنت بيقول لا مش لازم يردخ لكن الآن في ضغوط غير عادية على مصر في تجويع عمليات تجويع لمصر في خطة مؤامرة لتجويع مصر وتركيحها وإجبار الشعب المصري أن يكره الثور يكره الشعب يا عمي كرهوا العرب بقضية فلسطين كرهوا العرب بفلسطين من خلال السلام والمفاوضات والأبعاد العرب عن قضية الآن يريدوا إبعاد مصر عن كل قضايا الأمة بدهم أن يكون الحكم في مصر حكم منزوع الدسم حكم بلا سيادة حكم بلا كرامة حكم بلا حقوق إنسان هذه المشكلة ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب المصري بعد أن أعلن رئيسه بأن دوره انتهى حيال الحكومة المصرية برفضه لبيان الحكومة ومطالبته بأن تحل هذه الحكومة طبعا يجب أن تحل هذه الحكومة يعني طالما في برلمان وبرلمان منتخب وفي مجموعة عندها الأغلبية هذه المجموعة يجب أن تشكل الحكومة ويجب أن يكون عندها اللي هو حرية إسقاط الحكومات نزع الثقة عن الحكومات طب لماذا لا يستطيع البرلمان المصري نزع الثقة عن حكومة الجنزوري طب في أي قموس أنه برلمان وعنده أغلبية ومفروض أنه مصدر التشريع لماذا لا يستطيع أن يراقب عمل الحكومة وأن ينزع هناك من يدافق بأن الفترة التي تفصل بين حل هذه الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة وانتهاء انتخابات الرئاسة فترة قصيرة جدا قد لا تستطيع هذه الحكومة إذا ما شكلت أن تلبي ما يريده الشعب المصري في هذا الوقت القصير جدا يا سيدي مضبوط طيب كل حجة في رد عليها يعني الإسلاميين ما حكموش عمرهم ما كانوا في حكم ولا عمرهم ما دخلوا وزارات لا دخلوا سجود ما دخلوش وزارات ولا دخل حكومات طيب هؤلاء الناس مش لازم إحنا نعملهم دورة تدريبية مش لازم نعملهم وراش عمل مش لازم نحطهم في الحكومة حتى يشوفوا كيف القرارات تتخذ كيف المجلس الوزاري بينعقد كيف المحاضر تأخذ كيف السياسات تأخذ كيف الاتصالات مع العالم الخارجي ايش الميزانية ايش التخطيط ايش الداخلي مش لازم طيب إذا إحنا بدهم يحكموا طيب مش لازم نعلمهم مش لازم ندربهم طيب بعد شهر ونص بعد شهر ونص يعني يجوا يتخبطوا مثلا يعني إحنا يرتكبوا أخطاء يخربوا بيت البلد مثلا بدنا نحلمهم بدنا ندربهم يعني في تونس يا سيدي في تونس جابوا الباجي قيد السبسي نائب رئيس وزراء أيام الحبيب بورقيبة وزير خارجية فترة انتقالية أشرف على البلد ركز البلد بطريقة أو بأخرى يعني أبقوا على اللي هي الدولة والوزارات بسموها الوزير الأول أو بمعنى رئيس الوزراء أو أبقوا على اللي هي كاتب الدولة اللي هو يعني وكيل وزارة أو وكيل وزارة يعني عندما أقول النوايا هذا ما أخصده خلينا نتحدث بشكل علمي لجب أن تأتم دورات لهؤلاء الناس بدك تجيب شيوخ وبيعرفوش كيف يديروا البلد لازم تدربهم حتى يديروا البلد هل هذا بعيد عن دول العربية الأخرى التي تحيط بمصر وهنا أقصد السعودية التي أثيرت أزمة مع مصر في هذا الوقت العصيب الذي تحتاج فيه مصر إلى الدعم العربي الخارجي تغلق السفارات ولكن اليوم هناك تطور إيجابي بأن الملك عبدالعزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أوعز إلى عادة فتح السفارة السعودية في مصر يا أخي أنا بستغرب أنا شخصيا بستغرب أني روح وفد من مجلس الشعب المصري وقابل الملك كما لأنه مكرم ملكي وانحلت المشكلة ليش يا أخي ليه هي المسألة لحى أصلا المملكة العربية السعودية يجب أن لا تغلق سفارتها وأن لا تغلق قنصلياتها في مصر المملكة العربية السعودية ليست مثل أي دولة عربية أو أي دولة إسلامية لأنه عندها مكانة كبيرة والأهم من ذلك عندها مكة والمدينة عندها الأماكن المقدسة طب إذا أنا بدراها اعتمر بدراها حج أروح لها سفارة مغلقة أروح لقنصليات مغلقة لا يحق للمملكة العربية السعودية أن تغلق سفاراتها لأنه هاي مش زائية سفارة عادية وبعد ذلك من بات السعودية بتحرد يعني في أول يومين مثلا بتظهروا ثلاثة أيام خمس سيارة بسكروا السفارة طيب يا أخي ما تظهروا أمام المجلس العسكري تظهروا أمام وزارة الدفاع يا أخي تظهروا المصريين أمام وزارة الداخلية يا أخي كسروا وزارة الداخلية المصرية طيب يعني بدها صبر شوي بدها تفاهم مش حرد يجب أن تكون النواية طيبة تجاه مصر وتجاه الشعب مصر وتجاه الثورة المصرية هذه الثورة نجحة وهل نواية مجلس الشعب المصري بمبادرته هذه بزيارة السعودية وعقد لقاء مع العاهد السعودي فتح لصفحة جديدة لا تحتاج مصر حقيقة إلى هذا التواثر لماذا تكون صفحة جديدة وليس صفحة قديمة يعني لماذا تكون يعني هذه المشكلة طيب أنا بيسحب السفير بس بيظل السفارة وحتى لو كتبوا شعارات ما بيكتبوا شعارات يا أخي أمام المجلس العسكري اللي هو حاكم في مصر بيكتبوا شعارات في ميدان التحرير ضد الحكومة وضد المجلس العسكري وضد الفلول وضد كل شيء يعني هذا أمر طبيعي يجب أن تتعود الدول العربية أنه مصر تغيرت الأمة العربية تغيرت الدول العربية تغيرت الشعب المصري تغير الشعوب العربية تغيرت يعني لازم يتحملوا لازم يعرفوا أنه هذه مرحلة ويتأقلموا مع مرحلة التغيير اشتركوا في القناة